بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في كورس الجنرال كيمستري أنا اسمي دكتور محمد حمدي وهنبدأ بشابطة رواحد مطر أند ميجرمنتس هناخد أول محاضرة فيه إحنا ليه بندرس كيمستري واي دو ستادي كيمستري إحنا ليه بندرس كيمستري لأن إحنا محتاجين نفهم العالم بصورة أفضل العالم ده عمل من إيه وبيشتغل إزاي to better understand the world what it is made of and how it works الحاجة الثانية أن علم الكيميا تصنف أنه هو واحد من العلوم المركزية المعظم العلوم الأخرى بتتقاطع وبتعتمد عليه علم الكيميا is one of the central sciences اللي فيها كل العلوم الأخرى intersect and depend on chemistry علم الكيميا ببساطة هو علم دراسة كل شيء وزي ما هنشوف في السلايد التانية إحنا بنتعامل يوميا مع ألاف المنتجات أو المركبات اللي نتجت أو اللي تكونت نتيجة تفاعلات كيميائية زي إيه؟ زي الأكسوجين اللي بنتنفسه ويه بنخرج ساني أكسيد الكربون زي البار بتاع الشوكولاتة المادة الكاكاو دي ليها رمز كيميائي زي السكر اللي بنحطه كل يوم على الكوفي بتاعنا السكر ده مركب كيميائي لتركيب سابت أبسط حاجة المية اللي بنشربها معمولة من زرتين هيتروجين وزرة أكسوجين البوتلز اللي بنحط فيها المية معمولة من نوع معين من أنواع البوليمرز الأدوية والمنظفات والبنزين اللي بنحطه في العربية والملابس اللي بنلبسها كل هذه الأشياء نتجت نتيجة تفاعلات كيميائية يبقى لما نيجي نختصر ونقول العلم الكيمياء هو العلم اللي بندرس فيه الخواص والتركيب بتاع المادة وبندرس كمان الفيزيكال والكيميكال تشينجيس بندرس كمان التغيرات الفيزيائية والكيميائية اللي المادة دي بتاخدها وبندرس كمان الانرجي الطاقة بندرس كمان كمية الطاقة اللي بتتحرر أو بتمتص نتيجة التغيرات دي ترجمة نانسي قنقر